يقول لديه أنف كبير بعض الشيء يقول يزعجني وأشعر بقلق أصبحت عندما أضحك أضع يدي على وجهي وقلل من ضحكي وأنا أريد أن أعمل له عملية تجميل وأعلم بأنه حرام وأن الشيطان هو السبب لكن لم أستطع يا شيخ كل يوم أفكر في هذا يا معتز بارك الله فيك من ليبيا ما كان ينبغي لك أن تفتي نفسك يعني أنت الآن أفتيت نفسك العمليات التجميل يا أخي الفاضل بارك الله فيك على قسمين عمليات جائزة وعمليات محرمة العمليات المحرمة هي العمليات التي يسعى فيها صاحبها إلى تغيير خلق الله عز وجل وليس هناك داعي ما في داعي ولا سبب هذه العمليات المحرمة أما عمليات التجميل الجائزة فهي مثلا إذا كان الإنسان يعاني من مشكلة في عضو من أعضائه سبب له مثلا ضرر سبب له ألم سبب له مثلا تعطل لبعض الحواس مثلا يجوز يا أخي الفاضل أن يجري عملية جراحية مثلا تجميلية لإعادة العضو إلى وضعه الطبيعي فإذا كان أنت تقول أنا عندي أنف كبير وهذا الأنف محرج بالنسبة لي ولو ضحكت مثلا وأنا بين أصحابي أصبحت يعني محل سخرية وهذا يعطلني عن كثير من الأشياء مثلا ومسبب لي إزعاج ومسبب لي أذى ما في بأس بارك الله فيك أن تقوم بإجراء عملية بمثل هذه الصورة كذلك إذا كان هناك عضو تشوى مثلا أو انقطع مثلا يجوز إعادة هذا كل مما نص عليه أهل العلم فلا حرج عليك يا أخي الفاضل ما دمت قد وصفت نفسك بهذا الوصف أنك متضرر وسبب لك عقدة نفسية وسبب لك ألم وأيضا سبب لك إحراج وشيء من هذا القبيل خاصة أن تذكرت بأن الأنف كبير ما في بأس لإجراء عملية جراحية ترجمة نانسي قنقر